شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع عقد مشروع شركة سيراج الصناعية وشركة فيسرا لتصنيع المنتجات الإضاءة والتجارية والسكنية والصناعية الخارجية والداخلية أكد رئيس مجلس الوزراء على فرصة المتاحة لشركة فيسرا للاستفادة من الإمكانات الكبيرة للسوق المصرية من خلال تصنيع منتجات محلية عالية الجودة قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية مما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع ويوفر فرصة جديدة لتوسيع التجارة الدولية وأوضح مدبولي أن هذا الاستثمار يسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال إيجاد فرصة عمل جديدة للشباب المصري بما يزيد من الطاقة الإنتاجية للبلاد من خلال التصنيع المحلي